موسيقى نبدأ بالسؤال الأول متعلق بالأسعار عموما موضوع ديال الأسعار والموضوع ديال التضخم هو واحد من القضايا التي تفاعلت معها الحكومة طيلة هذه السنوات الماضية الاعتبار أن هذا الموضوع هذا كان حضب جملة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مجموعة من المناسبات طبعا آخر إجراء هو الإجراء المتعلق بتعبيئات عشرات المليار ديال الدرهم من أجل دعم المدخلات الفلاحية خاصة البدور والأسميدة وغيرها من المواد التي تدخل في الإنتاج الفلاحي واللي كان عرفوا بأنها تؤثر بشكل كبير في الأسعار ديال الخضر والفواكه على الاعتبار أن هذه المواد عرفت واحد تأثير كبير يلتقلوا بدل أسعار الدولية خاصة المواد لمكان جهاش للأسف محليا الدعم المخصص لمهني النقل واللي وصلت قريبا للدفع 14 بكلفة ديال 7 مليار ديال الدرهم الدعم ديال السكن واللي غادي نعطي عليه معطيات وأرقام أيضا جملة من الإجراءات كصندوق المقاصة كالحوار الاجتماعي كالحوارات القطاعية فكل هذه الإجراءات قامت بها الحكومة طبعا للهدف ديالها هو أن نحافظ على الأسعار في مستويات معقولة قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب